السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة انتمنى يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم كما كتشوفوا غنحضر معاكم واحد الوجبة يمكن لكم تديروها في الغداء او لا في العيشة كتجي سهلة ورائعة في المعداق اه بالنسبة للدراريكي يعجبهم التغيير اه خليكم معايا عندي هنا بطاطا غادي نحكها في هاد القطع هادي على شكل كما كتشوفوا الكمية على حسب اه الاشخاص اللي عندكم انا درت هنا خمسة ديال البطاطات صافي انتاش كنقطع هوم كما شفتو الشكل ديال هوم رقيق غادي نستفهم واحد اه اللاطة دخل الفران اه فرشت ليها الورق الغدائي وكنستفهم هاكا اه كما شفتو مقطع رقيقة اه هانتو ما بعد مساليت غادي نديل لها شوية ديال الملحة ونديل لها توم بودرة التوم بالنسبة لبودرة التوم كنا واحد اه الماركة فيها حبيبات من الاحسن تاخدوا هادي اللي بودرة اه متقوقة مزيان عندها واحد نسمة رائعة هادي ديال الماركة هادي كنرشها وغادي نديل لها واحد اه خوية ديال زيت العود قياس اللي غادي كما كما غا تشوفوا قياس اللي غادي نرشها كاملة اه بالنسبة لي انا راهني في في الفرانة شعلت لها الفق والتحت ونسيت درجة الحرارة كانت مرتفعة من الاحسن تخلي والفرانة يكون ناقص هيتشوفوها بدتك اتاخد اللون وطابت حيدوها انا راني نسيت درجة الحرارة مرتفعة هانتو ما كندير الفلفل احمر تحميرة او الشونية صافي قيم ما قلت لكم هندخلها الفرن بالنسبة للحوشوها غادي ندير لها بصلة مشلدة بصلة وحدة مشلدة مقطعات طريفات صغر هندير زيت العود فاش غادي نقلي ديك البصلة وغنحطها فوق النار حتى كتنزل لنا البصلة عاد غادي نضيف لها صدر ديال الدجاج بنسبة لندير شوية دلملحة بالنسبة لصدر ديال الدجاج راني شرملتو في تحميرة والبزار والكامون وزيت العود كما كتشوفو خليتوا واحد المدة حتى تشرم اللي مزيان نقطع هاكا فيلي صافي مبعد ما البصلة ديالي بدات كتنزل واضي تاخد اللون ديالها كنشحرها مزيان غادي نضيف لها صدر ديال الدجاج يالبصلة فاش كتتقلم زيان كتعطي واحد المدق هاي كما شفتو تغيير اللون ديالها كتعطي واحد المدق رائح صافي غادي نستفليها السدر ديال الدجاج وغادي نغطع لهم ونخليهم حتى كي يطبن زيان حتى كنشوفو طاب عاد غادي نقطعو اه طريفات على الطول على هات الشكل وانتو ما لكم الاختيار يمكن لكم تخليوا تاخدوا غير ذاك طريفات مقطعين انا بايت نديرو هكا باش يصلح ليه في اه يصلح لي مع البطاطا كي ما شفتو البطاطا بعد ما اخرجتها من الفران كندلها الفروماج اه عندي هنا الفروماج اه فيه موزاريلا ونفس الوقت فروماج احمر انتو ما يلا عندكم الفروماج احمر ديروا فروماج احمر او الليلة عندكم موزاريلا ديرو شوية من الاحمر شوية موزاريلا واش كيعطيدك التعليكة ديالو كي ما شفتو خداتلي اللون بزاف هي من الاحسن من التحت ما تتحمرش بزاف ما تخليواش تحمر صافي كنطيف لها دوق طريفات ديال الحم ديال ديالتجاج كي ما كتشوفو البصلة اه تسلات اه تحمرات مزيان وكتعطي للمدق ديالها رائع صافي وغادي نحاول نجمع آآ الاطراف وغادي نديرو على شكل رولي غادي نجمعو مزيان انا كنضور وكنحاول انضغط باش كنتبت آآ كانتبت الضورة مزيان كي ما كتشوفو كنحاول كندور هكا وكنحاول هي بشوية باش كان كان ضغط باش اه باش يتماسك ليه تماسك ليه بطاطا ما يضيعليش ذاك الشكل ديالها كما سبق لي وذكرت ليكم من الاحسن تخليوها من تحت ما تحاول باش ماني دخلو هات تشكل باش باي كي مندد دخلوها تحمر كي يزيد ذاك لفرماج كي يشد رازو صافي كما كتشوفو، عافقتها معاش لدى ديل الروز و Vas e Med kit الخضر كما شفتو خيزو حكيتو في الحكاك الرقيقة والخيار وماتاشا طريفات انتو مهم كلكم ترافقوها باللي بغيتو بالمقارونية او المهم بولا الروز بالخضر اللي بغيتو المهم اللي بغينوه و تدراري كيبغيو مره مره تنويع في الوجبات صافي كنستامر كنصاوب كنقدش لادا و غنوريكم الشكل ديالها من بعد ما خرجها من الفران هدا و الشكل ديال الرولو ديال بتاطا ديالنا نتمنى الطبق ديال اليوم و الوصفة ديال اليومين الاعجاب ديالكم و تجربو حتى انتم ويعجبوا وديداتكم و انا نوريكم الشكل ديالو من الداخل و تشوفوا الفروماج شاوه كي يعطي ذاك المذاق ذاك الشكل ديالو كي تجبد من الاحسن تديروه موزاريلا و اللي كيعطي و اللي ما عندوش هاد النوع هدا يدير شوية شوية موزاريلا و لا شوية من الفروماج الاحمر هانتو ما كي يجي المذاق ديالها صدقوني رائع هانتو ما هو الشكل ديالها نتمنى طبق ديال اليومين الاعجاب ديالكم و الاعجبكم ترطجيه مع الاصدقاء ديالكم و الاحباب ديالكم و اللي ما زال ما اشتركش معايا كنقوليه مرحبه بكو الف مرحبه الى وصفة اخرى ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة